موسيقى مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بنشرة جوية جديدة الحديث عن تفاصيل أكثر عن المرحلة القادمة من شهر يناير أو يعني نصف الثاني من شهر يناير شون مخبيلنا يا الأجواء خلال نصف الثاني من شهر يناير هل هناك أمطار هل هناك ثلوج يعني خاصة أن الكلام أصبح الآن كثير عن توقعات بهطول ربما الأمطار والسلوج خلال الفترة القادمة يعني في البداية الآن نحن الآن مع ساعة مساء الخميس هناك يعني هطول خفيف لبعض الأمطار في أجزاء من المملكة خاصة من أنطقة الشمالية والوسطى متوقعين إن شاء الله تستقر الأجواء يوم الجمعة والسبت وترتفع درجات الحرارة بشكل واضح وملموس اعتبارا من يوم السبت والأحد لتتجاوز الخمستاشر درجة مئوية في العاصمة عمان إذن يوم السبت والأحد هناك أجواء أجفأ من المعتاد خلال ساعات النهار ممكن توصل بعمان حرارة 16 حتى بالتالي تكون أعلى من معاداتها من يقارب 4 أو 5 درجات مئوية الأسبوع القادم يعني هناك حقيقة يعني جملة من التغيرات الجوية جملة من الأحداث الجوية راح تأسلمك خلال الأسبوع القادم نبدأ يعني من كما ذكرنا على صعيد درجات الحرارة هناك تقلبات كبيرة في درجات الحرارة ارتفاع في بداية الأسبوع يوم السبت والأحد الآن ستكون في عمان تقريبا 16 درجة مئوية تنخفض بشكل ملموس خلال نصف الثاني من الأسبوع اعتبارا من يوم الاثنين والثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع لتكون دون العشر درجات مئوية بالعاصمة عمان نهارا وتقترب ربما في بعض الليل من الصفر المئوي في العاصمة عمان بالتالي هناك برودة واضحة خلال النصف الثاني من الأسبوع في أجواء المملكة عموما هذا على صعيد طبعا درجات الحرارة الأمر الآخر متوقع أيضا خلال الأسبوع القادم هناك يعني خاصة يوم الأحد مساء والاثنين والثلاثاء رياح نشطة ستهب على المملكة هذه الرياح تستكون محملة بالغبار والأتربة فيما يعمل يعني على تدني مدى الرؤية والفقية ونحذر يعني من الآن الأخوة المواطنين بعانوا من الأمراض في جهاز الربو والتنفس يمن خطر يعني حدوث مضاعفات لا سمح الله بفعل هذه الوجواء كما ذكرنا هناك ازديات في نسبة الغبار اعتبار من مساء الأحد يوم الأثنين والثلاثاء يرافقه كما ذكرنا أيضا تقلب كبير في درجات الحرارة وتحذير أيضا للإخوة المواطنين من عدم يعني من التغير كبير في درجات الحرارة والاحتياط لهذا التغير وعدم تخفيف الملابس خاصة أيام السبت والأحد مع ارتفاع درجات الحرارة الأمر الآخر متوقع أيضا يعني كما ذكرنا يعني هناك تزايد في فرص الأمطار في بعض مناطق المملكة خاصة الأزاء الشمالي والوسطى في فترة نهاية الأسبوع قد تهطر بعض الأمطار إن شاء الله أيام الخميس والجمعة على شكل الزخات قد تكون غزيرة أحيانا في المنطقة الشمالية والوسطى لكن ربما أهم ما يميز هذا الأسبوع على عكس ما هو منتشر حاليا لا ثلوج متوقعة حقيقة خلال الأسبوع القادم خاصة بالفترة ما بين 15 حتى 22 يناير كامل الثاني إذن يعني راح تركز هذا المعلوم إنه لا ثلوج متوقعة خلال الأسبوع القادم لكن بحسب المعطيات الأخيرة الواردة لدينا في تقس العربي أن تشير ربما على إزدياد فرص التأثير الملكة بالفعالية الجوية الباردة وربما تساقط الأمطار والثلوج في المملكة اعتباراً من 23 كانون الثاني يناير يعني منحكي عن الأسبوع jedes يلي للأسبوع القادم إعتباراً من يوم السبت هناك إزدياد في فرص تساقط الثلوج في بعض مناطق المملكة حقيقة خاصة للأسبوع الأخير من كانون الثاني يناير هناك فرصة ربما لأن تشهد بعض مناطق من هناك تساقط ثلوج بإذن الله حسب المعطيات الأخيرة هذا كان آخر ملدينا من تحديثات جوية في تقصي العرب نتمنى أن الجميع حقيقة عطلة نهاية أسبوع سعيد نتمنى لكم إجازة موفقة إن شاء الله كان معكم أسامة الطريفي لا تنسوا تحميل تطبيق تقصي العرب دائما إلى اللقاء اشتركوا في القناة